صبع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ومزال الحديث عن الأعمال الدرامية مستمر والفقرة دي تحديداً هتكلم فيها عن تترات وأغاني مسلسلات رمضان السنة دي اللي نالت استحسان من الجمهور طوال حرقات العرض اللي استمرت لي 13 يوم وهو إجمالي عدد الحلقات الخاصة بمسلسلات رمضان اللي شفنا فيها تفاعل كبير جداً من الجمهور نجاح كبير وشكل مختلف وتوظيف أكتر اختلاف سنة عن الأخرى يعني أثناء حلقات العرض كمان في أكتر من عمل درامي وده اللي هيخلينا نسأل إيه هي المعايير اللي من خلالها هنقدر نحدد جودة التتر أو الأغاني الدعائية للمسلسلات السؤال هنجاوب عليه مع ضفنا في الأستوديو محمد داشميس الناقد الموسيقي اللي منعورنا في الأستوديو صباح خير يا محمد صباح الفل محمد يعني في البداية يمكن شفنا أعمال درامية رائعة وتترات لقت استحسان كبير جداً من الجمهور والمتابعين إيه هو المعيار اللي على أساسه بقول أنا أمام تتر مسلسل جيد صحيح وانا يعني بقالي كاس أنا بكتب في الموضوع ده في المجلة بس أنا يعني حاولت أذكر الأعمال اللي نجحة يعني على مدار تاريخنا الغنائف خصوصاً الدراما يعني وقدرت أننا نطلع بمجموعة من المعايير اللي هي لازم تبقى موجودة في أي تتر بينجح يعني زي منها مثلاً أنه لازم يكون بيعبر عن طبيعة الأحداث بتاعت العمل يعني بيديني زي نبزة إحنا داخلين نتفرج على إيه إنهم جرد ما بيشتغل ببقى أنا فاهم بيديني نبزة أنا داخل أتفرج على إيه سابقاً كان حاجة تاريخية حاجة كوميدي أو حاجة مثلاً فيها قصارة حاجة لي علاقة بالأعمال الوطنية يعني نقدر نقول رقم واحد الكلمات آه الكلمات تبقى بتعبر بتديني نبزة عن العمل ذات نفسه يعني بتشوأني أشوفه عمل إزاي من حيث بقى لو هو عمل مثلاً لي خصوصية لازم تكون الخصوصية دي متعبر عنها برضو في التتري يعني مثلاً لو عمل بيتكلم عن الصعيد فلازم يكون اللي بيتغنى باللهجة الصعيدي وتكون منضبطة ومزبوطة في نفس الوقت تكون المزيكة بتاعته بتعبر عن الهوية الثقافية بتاعت المكان أو الواقع الجغرافي اللي بتدور فيه الأحداث ما ينفعش مثلاً يبقى حاجة تيكنو مثلاً وإحنا بنتكلم في الصعيد مثلاً أو في الريف يعني المزيكة مش هتبقى ماشية مع الموضوع لو هي برضو حاجة تاريخية بيبقى ويفضل هل تتكلم اللي هو بقى زي الناي والربابة والحاجات اللي هي اه بالقالات اللي هي المرتبطة بالمكان مثلاً اه لو حاجة مثلاً في اسكندرية تبقى مرتبطة بطريقة لعب القالات هناك لو في مدنك أنا برضو بطريقة لقاعات هناك اه بالزبط كده دي بتبقى حاجات لطيفة جداً يعني برضو في نفس الوقت من ضمن المعايير ان لازم يكون لو أنا بقى رضو عندي عمل تاريخي او عمل يعني بنراعي بقى رضو الموضوع ده بحيس ان احنا المزيكة ما تبقاش برضو فيها الحاجات الحديثة يعني ما تبقاش مثلاً تبقى اه اشكال موسيقية او ارتم احنا بتبقى نعملها او موسيقى الكتروني مثلاً تظهر جديد واحاول ان انا اشغالها مثلاً في عمل تاريخي يعني الموضوع مش مش هيبقى ماشي مع بعضه يعني صحيح وفيما يخص بقى المغنيين ذات نفسهم هنا دي انا عاوز اقف عنها تحديداً لان انا عاوز اسألك وقولك هل ارتباط الفنان او النجم السوبرستار بالتتر بيساعد على نجاحه ولا مالوش حلقة والله على حسب برضو الفناني يعني مثلاً استاذ العالي الحجار مثلاً ده من اكتر الناس اللي قدمت تترات نكحة جداً في تاريخنا وهو تقريباً اكتر اغاني نكحة لي اللي مرتبطة برضو معنا بالتترات فهو بيفيد الاعمال وفي نفس الوقت هو بيستفيد منها كبير جداً كمان بيتخلي التترات المفروض بقى بيتخلي فيه تنوع للكتالوج الغنائي للمغني ذات نفسه لان احنا بنوعه وباخر اغانينا كلها بتتكلم عن العاطف وبحبك وبتحبيني والهجر والفرق والكلام ده فانا التتر بقى بيديني ابعاد اجتماعية موعدة مختلفة اه اقدر المغني يقدر يستغلها وكاتب كمان بتاع كلمات الاغاني يقدر يستغل الموضوع ده ينوع كمان في الكتالوج اللي هو بيستخدمه يبعد عن فكرة الهجر والفرق ويديني بقى حاجات لها ابعاد اجتماعية علاقة بالسياسة حاجات لها علاقة مثلا بمواجهة الاخطر اللي الدولة بتحاول تتكلم عنها فده بيبقى موجود ومفروض يستغلوه في التترات يعني طيب شفت ازاي تتر محمد منير تحديدا في سره الباتع وإيه في مسلسل عملة ندرة هو طبعا فيه دايما فيه كل اعمال كده بيبقى فيه بطل معين في الموضوع هو اللي بيقود الحاجة نحن نحن نتكلم عن عمر دياب أحيانا مثلا بيبقى عمري هو البطل بتاعه المزيكة والألحان أكتر من أي حاجة تانية يعني والأداء بتاعه فاحنا مع محمد منير البطل بتاعه السنة دي في سره الباتع بالتحديد الكلمة يعني مصطفى إبراهيم عامل كلمات قوية جدا وفي نفس الوقت وطنية والناس تفعلت معاها أنا بقى برصد ده من خلال السوشيال ميديا بإن هم نزلوا النصوص كاملة بتاعت التتر ما نشيروش مثلا الأغنية نفسها بتاعت الأستاذ محمد منير على قد ما شيروه النص نفسه بتاع مصطفى ودي برضو حاجة تخلينا نتكلم على فكرة قوت الكلمة والشعر والفرق ما بين الشعر الحقيقي وكتابة الأغاني لأن فيه فرق كبير جدا بين الشعر اللي أنا أقدر أتزوق معانيه من خلال الكلمة من غير أي عوامل مساعدة لها علاقة بالكلمات أو بالألحان أو بالتوزيع أو بصوت المؤدي طبعا وما بين الكلمات الأغاني اللي هي بتبقى عامل مساعد في وسط الحالة الغنائية لكن لما يجي قراها لوحدها بتقل جودتها وما أقدرش تتزوقها كمان مصطفى في مسلسل بيشترك فيه شام الجخ برضو شعر عمية وليجو مهوره وليه ناس بتروح تدفع فلوس عشان تستمتع بشعره وفي نفس الوقت يعني الإشهادة جاية منه ففكرة اللي هو عدوك ابن قارك دي مش موجودة في الموضوع يعني هو كان مشاير نحس ان الكل بيشتغل تحت مظلة الحب احنا عاوزين نعمل حاجة نجحة مش عاوزين ننفس بعض بالزبط والحاجة الكويسة بتفتح المجال بقى يعني الحاجة زي كده لما بنشوف كلمات بالعمق ده وبتتكلم عن تاريخنا في مواجهة الغذاء بالبساطة بالعامية اللي كاتبها مصطفى إبراهيم فدي بتفتح باب كتير بقى للناس نهي يعني احنا ممكن ندي فرص للشباب ونبتعت شوية عن الأسماء اللي بقى لها مدة موجودة وبحيث برضو الأسماء اللي بقى لها مدة موجودة بتنتبه وتحاول تجدد من قمصها تعرف ان فيه جيل جديد او دماء جديدة دخلة فبالتالي يبتح لطيفة جدا بس كان فيه للأسف أزمة ليه علاقة بالهندسة الصوتية في التترين بتواصل محمد مونير يعني سواء في عملة ندرة او في سره الباتع ويعني كنت أتمنى يعني الموضوع ده يتضبط يعني لان فيه جزء من من الكلام مش واضح مش واضح اه محتاجين بنبقى محتاجين بنعرف الكلام أصلا عامل زي عشان نحاول نفهمه فدي كانت ملاحظة موجودة السنة دي وموضوع الهندسة ده موجود في كزا وغنية برضو موجود في التتر بتاع أستاذ حميد الشاعري برضو الهندسة والميكس برضو مكنوش مزبوطين بالشكل الكافي اللي احنا خليها نقدر نستمتع بالصوت نبقى فاهمين وبيكون عامل ازاي طيب لو احنا منتكلم بمناسبة المزيكة تحديدا فمفيش حاجة تعلو فوق مزيكة عزيز الشفحي بنسمعها كده ابنة سلطن لكن عزيز الشفحي يمكن للسنة التانية على التوالي داخل بتلحين وكلمات صحيح فاحنا شايفينه متقلق للعام التالي على التوالي مع ريهم حجاج شايف ده ازاي واداءه النهاردة ووجوده في سيزن رمضان الفين وثلاثة وشرين صحيح هو عموما بقى يعني لو قررنا بقى هو كان عامل اعلانات لطيفة بس يعني في نفس الوقت هو بيقدر يستغل بقى فكرة اللي كنت بقوله حالك من شوية ان هو بيقدر يوسع الكاتالوجي الغنائي تجد من خلال التترات وهو بيخش من نقاط قوته ان هو الحاجات اللي بيلحنها بيكتبها دي بتبقى أنجح أعماله وهو بيستغل نجاحه اللي كان عامله قبل كده السنة اللي فاتت مع نانسى عجرم فكان عامل جملة اللحنية عظيمة جدا وكلام كمان اللي هو الظلم الظلمات اللي ظلميني دي كانت معلقة جدا مع الناس والسنة دي راجع برضو مع رهام حجاج في مسلسل جميلة بس مع مغني مختلف إبراهيم الحاكمي وفيها زي واحد بيكلم نفسه بيعاتب نفسه فبرضو فيها فكرة جديدة هتعلق مع الناس يعني مختلف عن الحاجات المدرن اللي هو مثلا بيعملها مع عمر دياب أو مع بقى المغنيين فبرضو متجدد نقدر نقوله هو فنان متجدد صحيح ورغم وجوده في أكتر من عمل في نفس العام أو في نفس الشهر تحديدا لكن كل عمل بيختلف عن التاني تماما يعني 180 درجة اختلاف صحيح متضفق جدا وأعمله مكسفة وفي نفس الوقت هو مدرك يعني اللي بيعجبني فيه هو بيذكر حتى ومثقف بعيد عن الغن يعني بيقرأ كتب والحاجات دي فمبسوط ان هو مدرك أهمية الأغاني الدرامية نهاية تقدر تديله أبعاد مختلفة عن الحاجات اللي بيقدر يقدمها أو تبقى مفروضة عليه مثلا بحاجات اللي علاقة بالأشكال التجارية في الغنى العاطفي اللي عادي اللي بينزل اللي والوقت في الأغاني السنجل أو الألبومات يعني طب ايه رأيك في جعفر العم ده كمسلسة الأول يعني جميل برضو في كل العمل الجذب الشعبي وفي المفارقات برضو يعني فيه تنوع السناني المزيكة بقى وظّطت ده المزيكة هو محمد رمضان ليه توليفة كده ما بيحبش غيارها في مسلسلاته الأغاني اللي ليها الصبغة شعبية هو عارف كويس جدا دي برضو من الحاجات اللي بتعجبني فيه ان هو عارف جمهوره ايه وعارف جمهوره بيحب ايه وبيتارجد ده دايما وبيحبش يخرج براه في ديئتين بالضبط نسمع لتتر ونرجع تايمين كبير وحش نناس زمان قوي وحش نشوف روحي مفيش في هالواجعجة يبطلون وحش نبالي وهو وراي بكل يوم بس الهموم سيباني حد في دهكي دماغ وخدر عمده وأحمد سعد آه أحمد سعد ما شاء الله عليه هو يعني نقدر أنه أنجح واحد مغني في آخر 3-4 سنين من خلال الأعمال الجماهرية بتاعته نصف مشاهدات متفعة جدا جد من نفسه بسرعة يعني تحسل هو طور من نفسه بشكل يتواكب مع الشبابية قوي والجيل ومتطلبات الجيل الحالي تحديدا صحيح وبعدين هو سبحانه الله يعمل حاجات كمان عكس بعض وسبحانه الله بتنجح يعني هو حاجة غريبة جدا محتاج دراسة بس هو برضو التكوين بتاعه في فترات التكوين الهوية الفنية بتاعته يشتغل في حاجة كتيرة مختلفة يعني يعني في ناس الوقت كان بيغني مع ناس بتاهم مهرجانات ويغني مع أستاذ هاني شاكر يشتغل مع شعرة بيكتبه يعني ناس بتكتب رابه في نفس الوقت زي عينبه وكان كاتبله قابليكا وأستاذ جمال بخيت يعني حد من أعلام الشعر في مصر آه فهو متنوع جدا فهو ده اللي التكوين بقى بتاعه والتجارب الكتير دي هي اللي خليته يعرف المزاج بقى تعالناس بقى عامل ازاي وهو ليه نجاحات مع محمد رمضان كان قابلي كده برضو في مسلسل اللي هو البرينس تقريب اللي هو كان كان إخواته ظلمين ومشاكر اسمه يعني ده كان السنة اللي قبل اللي فاتف كان إخواته ظلمين وكان أحمد ساد برضو عامل في مجموعة أغانية لطيفة جدا وكلهم كان نجحين فهو محمد رمضان بيحب يستثمر في النجاح بتاعه برضو زي ما رجع لمحمد سامي اللي هو برضو كان معاه في نفس المسلسل فراجع معاه السنة دي فهي دي التوليفة هو فكرة حلوة اللي انت بقى عندك تيم واحد حققته النجاح سوى مع بعض فتحافظ على التيم بتاعك ده وتكمله في الاستمرارية أو الحفاظ على الأقل على النجاح نفسه طيب ممكن نسمع تتر مسلسل تاني وتجربة الأستاذ حميد الشعيري تحديدا في رمضان السنة دي مذكرات زوج ونرجع ونتكلم معاه الله من دول من دول انا فجأة مئت مسؤول انا كنت حجا وعشبين ومبرت الغبطة عين احنا سعني كم اوفين حبت مين وانست مين ملكم وقفين ساجدين متر اخبط عند زهول من دول من دول من دول من دول من دول فجأة العمري يجير 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 بيا العمري يجير يبكر وراه العمري يجير بطوع تفزي فجأة العمري يجير 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 بيا العمري يجير يبكر وراه العمري يجير بطوع تفزي هو الأستاذ حميد يعني مزكته وادائه اللي دائما محافظ عليه يعني انا كنت اتمنى طالما بقل يعني احنا جايبين أستاذ حميد الشعيري ملك المقسوم فكننا نسمع بقل أغنيب توزيعه هو كمان هو في اجتهاد طبعا في تنفيذ الفكرة يعني احنا مسلسل النجم بتاعه طرق لطفي فاحنا جايبين صوت برضو بيعبر يعني تقريبا عن المغني قريب من السن بتاعه فبيحاول برضو احنا شايفينه في المسلسل بحسس ان برضو العمر بيجري بيه وان الدنيا يعني هو لسه شباب يا جماعة انتم بتكبروا ليه وانديني موضوع اكبر من حجمه فهو كانوا جايبين حميد مسلا للغرض ده بس هو فيعلا فيه يعني فيه أزمة بقى تقنية اللي هي علاقة بالهندسة والمكس مش سامعين كويس الكلمات عاملة ازاي فبرضو بنحتاج ان احنا نرجع بقى نشوف الكلمات عاملة ازاي عشان نحاول نفهم فدي كان برضو كالتفصيلة كانت المفروض يتم مراعاتها يعني طيب نروح لأحمد العوضي يلا رب نار نسمع ونرجع نتكلم برضو على الديو بتاع حنان ماضي والأستوز محمد الحلو يلا رب لما الطريق بيضل شمس النهار تحمل ونتحرم الضل نقطع حبال الودل تبدل الرحمة يطرح مكان هلغل لما الطريق بيضل شمس النهار تحمل ونتحرم الضل نقطع حبال الودل تبدل الرحمة يطرح مكان هلغل يعني أنا كنت أتمنى اللي احنا نسمع لحد ما نسمع الميكس والديوما بين محمد الحلو ويهو حنان ماضي شايف التوليفة دي ازاي في مسلسل ضرب من أحلى الحاجات الجميلة بقى الصنادي اللي في رمضان فعلا لانها كمان فيها برضو مفهوم اللي هو يعني هي بيتغني جملة اللي احنا غير اللي هو بيغنيها يعني مش جايبين برضو غنوا مقسمينها على اثنين وطبعا فيها أصوات ما يفعش نتكلم عنهم يعني بكل تقدير واحترام اللي هما سايبين عندنا وجدان كبير جدا متأثرين بهم وتاريخ كبير جدا من نجاحات في مجال التترات كمان بالتحديد لهم هما اللي اثنين يعني وقسات زكبار يعني جيلي جديد يتعلم منهم فحاج جميلة ان احنا نسمعهم هما اللي اثنين مع بعض الحاجات دي بتبقى لطيفة جدا لما احنا نشوف نجوم كبار بتشترك مع بعض في أعمال زي ما شفنا قبل كده مونير وعمر دياب زي ما شفنا تاريخ محمد انا يعني واخد وجهة نظرك برضو في الكلام ده انا شاف ان ده في حد ذاته بيعد من إنجازات الشركة المتحدة طبعا فكرة الحفاظ على عمالقة الفن انهم يبقوا لسه أثاروا في وجداننا لسنوات وسنوات ورغم وجود جيل جديد كان من السهل جدا اللي هما يركبوا الترند زي ما بيتقال وناخد الفنانين الصعادين اللي يدروا اللي هما ليهم شعبية وجمهور كبير من الشباب لكن لا احنا هنحافظ على قيامنا هنحافظ على عدتنا وهم عاملين التوازن ده برده نحافظ على نجومنا الأدام نجومنا الأسادزة في المجال وهيبقوا موجودين معنا وهم اللي يتصدروا طبعا وهم عاملين برضو التوازن أستاذ علي الحجار كان سنال فاتت في المتحدة جزيرة غمام وبرضو دلوقتي أستاذ محمد الحلو وأستاذ حلو الماضي لهم الأسادزة بتوعنا اللي احنا تربينا عليهم وفي نفس الوقت برضو في الفرص بتاعت الجيل الجديد بنسمع برضو أحمد أمين بيغني في صفارة بنسمع أسواق جديدة مختلفة بنسمع شباب بنسمع الصفارة بسرعة عشان ما عندناش وقت ونرجع ونتكلم على أحمد أمين سريع يا الله بينا يعني أنا عجبني اللي ابتسامة اللي على وشك آه جميلة أغنية مبهجة مبهجة أوه طيب شايف إزاي بقى أحمد أمين والأطفال يحبوها والكبار يحبوها ومختلفة وأستاذ الشام عباس برضو صوته مبهج وأحمد أمين بقى مبسوط ما بيغني فإحنا عندنا ده غنى لحد دلوقتي المرتين تقريبا أو تتر وجوه المسلسل وجوه المسلسل بيغني فدي حاجة لطيفة كمان أنا عندي بقى ممثل بيقدر يغني وكمان شوفت له فيديوهات طالعة على تيك توك نازلة وبيعزف كمان آلات موسيقية على الأرج والكلام ده زي الفنانين الشعبيين في الأفراح البلدي حقيق فعمل جوه لطيف عمل حالة السنة دي آه وجميل إنه يبقى عندنا الفنانين عندهم التنوع السقافة الفنية دي إنه هو يبقى بيعرف يغني وبيعرف يمثل زي ما كان زمان كلا إنه هو واجه جديد لأحمد أمين ويمكن وجه دخل قلوب كل المصريين كاعدت وأحمد أمين من ساحب ما يعني ظهر وطل على الشاشة الصغيرة وهو يعني محبب كل الناس فيه صحيح مألوف إنه يخش البيت كامل نبقاش قلقانين ونحن نتفرج عليه وحن نفص الأسرة يعني إحنا للأسف لازم نختم علشان يعني ارتبطنا بمسلسلات مع بعض البرنامج لكن كنا مستمتعين جدا بوجودك مع أنا محمد شميس النقل المسيقي وأكيد هيكون لنا لقاء تاني في صباح الخير وصل خلال شهر شكرا لوجودك معنا